مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنشرح فيه مقالة من موقع البي بي سي عنوان هذه المقالة هو Climate Change Fassil Fuel Production Set to Soar Over Next Decade التغير المناخي إنتاج الوقود الحفوري من المتوقع أن يرتفع خلال العقد القادم Fassil Fuel Fassil Fuel الوقود الأفوري Set to Soar من المحتمل أن يرتفع Soar التي هي فعل يعني حرفيا يحلق لكن هنا تم استخدامه بالمعنى الحرفي بمعنى يرتفع Over Next Decade Decade هي عشر سنوات العقد أما عبارة adjective set to فلديه معنى هنا من المقرر أن أو من المحتمل أن ومثلا سأعطي مثلا آخر لاستخدامه The meeting is set to take place tomorrow اللقاء أو اللقاء من المقرر أن يثم إجراؤه غدا The meeting is set to take place tomorrow Climate Change Fassil Fuel Production Set to Soar Over Next Decade إذا قمتم بالتركيز جيدا في هذا العنوان فسيبدو لكم أن هناك بعض الكلمات التي تمت إزالتها لأن في العنوين الصحفية لا نكتب جميع الكلمات نقوم بإزالة بعض الروابط للإبقاء على العنوان قصيرا فلو كانت هذا العنوان جملة داخل مقال سنقول Fassil Fuel Production is set to soar over the next decade إذن تمت إزالة is و the ورغم إزالة هاتين الكلمتين فالمعنى واضح وهذا الإبقاء على هذه العنوان قصيرة سأعطي أمثلة لهذه العنوان في دروس لاحقة سأخصص فيديو خاص للعنوان الصحفية PLANS BY GOVERNMENTS TO EXTRACT FASSIL FUEL UP TO 2030 ARE INCOMPATIBLE WITH KEEPING GLOBAL TEMPERATURES TO SAFE LEVELS SAYS THE UN UN هي هيئة الأمم المتحدة اختصار لـ United Nations فـ United Nations تقول خطط الحكومات PLANS BY GOVERNMENTS لاستخراج الوقود الأحفوري إلى غاية 2030 غير متوافقة ARE INCOMPATIBLE غير متوافقة مع الإبقاء على درجات الحرارة العالمية في مستويات آمنة ARE INCOMPATIBLE WITH KEEPING GLOBAL TEMPERATURES TO SAFE LEVELS SAFE LEVELS يعني مستويات آمنة INCOMPATIBLE غير متوافقة UP TO هنا تعني إلى غاية UP TO 2030 إكستراكت فعل مهم جدا نستخرج هذا الوقود من بطن الأرض TO EXTRACT الإسم هو إكستراكشن PLANS BY GOVERNMENTS TO EXTRACT FASIL FUELS UP TO 2030 ARE INCOMPATIBLE WITH KEEPING GLOBAL TEMPERATURES TO SAFE LEVELS SAYS THE UN THE UNEP PRODUCTION GAP REPORT SAYS COUNTRIES WILL DRILL OR MINE MORE THAN DOUBLE THE LEVELS NEEDED TO KEEP THE 1.5 THRESHORD ALIVE سنشرح أولا بعض الكلمات الموجودة في هذه الفقرة THE UNEP UN رأيناها سابقا هي United Nations الأمم المتحدة EP Environment Program يعني برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP PRODUCTION GAP فجوة الإنتاج إذن UNEP PRODUCTION GAP REPORT تقرير فجوة الإنتاج الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة SAYS يقول COUNTRIES WILL DRILL OR MINE الدول سوف تحفر أو تستخرج في مناجم MINE MINE هو منجم MINE يستخرج من منجم ستستخرج أو ستحفر ضعفي المستويات المطلوبة للإبقاء على عتبة 1.5 درجة 1.5 إذن فالدول في العالم لم تحترم هذه العتبة THRESHOLD THRESHOLD العتبة سأعيد شرحها COUNTRIES WILL DRILL OR MINE الدول سوف تحفر أو تستخرج MORE THAN DOUBLE دعفي أو أكثر من دعفي MORE THAN DOUBLE أكثر من دعفي المستويات المطلوبة THE LEVELS NEED TO KEEP THE 1.5 SILICIOUS THRESHOLD ALIVE درجة 1.5 يعني أكثر من مما هو متطلب للإبقاء على هذه العتبة OIL AND GAS RECOVERY IS SET TO RISE SHARPLY WITH ONLY A MODEST DECREASE IN COAL النفط والغاز استخراج النفط والغاز من المحتمل أو من المقرر أن يرتفع بحدة بشكل كبير مع انخفاض ضعيف انخفاض متواضع في الفحم COAL COAL هو الفحم COAL OIL النفط OIL GAS هو الغاز ماضحة RECOVERY هنا تعني استخراج RECOVERY OIL AND GAS RECOVERY استخراج الفحم والغاز IS SET TO RISE من المحتمل أن يرتفع IS SET TO RISE SHARPLY بحدة WITH ONLY A MODEST DECREASE مع انخفاض متواضع MODEST DECREASE MODEST DECREASE انخفاض متواضع MODEST IN COAL في الفحم There has been little change since the first report was published in 2019 لم يكن هناك تغير كبير منذ أن تم نشر التقرير الأول سنة 2019 There has been little change لم يكن هناك تغير كبير كان هناك تغير طفيف Little There has been little change since the first report was published in 2019 With the COP26 climate conference just over a week away there is already a huge focus on the carbon cutting ambitions of the biggest emitters في الوقت الذي لا يبعد فيه وقت أو زمن من عقد مؤتمر المناخ المناخ COP26 six فهناك تركيز كبير There is already a huge focus هناك بالفعل تركيز كبير على طموحات الدول الأكثر إنتاجا ل الثاني أكسيد الكاربون يعني الطموحات هذه الدول بخصوص تخفيض الإنتاج الكاربون carbon cutting ambitions carbon cutting ambitions طموحات التخفيض من إنتاج الكاربون carbon cutting carbon cutting يعني التخفيض من الكاربون the biggest emitters the biggest emitters يعني الدول الأكثر إنتاجا ل إنبعاثات ثاني أكسيد الكاربون emitter جاءت من فعل emit التي تعني يبعث ثاني أكسيد الكاربون emitters حرفيا الباعثون الذين يبعثون ثاني أكسيد الكاربون with the COP26 climate conference just over a week away there is already a huge focus on the carbon cutting ambitions of the biggest emitters but despite the flurry of net zero emission goals and the increased pledges of many countries some of the biggest oil gas and coal producers have not set out plans for the rapid reductions in fossil fuels that scientists say are necessary to limit temperatures in coming years بكل اختصار فالدول لا تقوم بجهود كافية لتخفيض تخفيض استخدام الوقت الأحفوري despite the flurry of net zero emission goals على الرغم من فورة فورة صافي الانبعاثات السفرية يعني جعل الانبعاثات سفر the flurry flurry فورة flurry سنقول flurry of anger فورة غضب flurry of net zero emission goals emission انبعاث and increased pledges of many countries والتعهدات المتزايدة للدول العديدة pledges pledges تعهدات increased متزايدة على الرغم من عدي التعهدات وعدي الاهباف فبعض أكثر منتجي يعني بعض الدول أكثر انتاجا للفحم والغازي والنفط لم تضع خططا لتخفضات سريعة في الوقود الأحفوري لم تضع خططا لتخفضات التي يقول العلماء بأنها ضرورية للحد من ارتفاعات الحرارة في السنوات القادمة الحرارة scientists say are necessary ضروري to limit temperatures للحد من درجة الحرارة in coming years في السنوات القادمة سأعيد قراءة هذه الفقرة التي شرحتها بشكل كامل Climate Change Fossil Fuel Production Set to Soar Over Next Decade Plans by governments to extract fossil fuels up to 2030 are incompatible with keeping global temperatures to safe levels says the UN The UNEP Production Gap report says countries will drill or mine more than double the levels needed to keep the 1.5 C threshold alive sorry threshold Oil and gas recovery is set to rise sharply with only a modest decrease in coal there has been little change since the first report was published in 2019 with the COP26 climate conference just over a week just over a week away there is already a huge focus on the carbon cutting ambitions of the biggest emitters but despite the flurry of net zero emission goals and the necessary but despite the flurry of net zero emission goals and the increased pledges of many countries some of the biggest oil gas and coal producers have not set out plans for the rapid reductions in fossil fuels that scientists say are necessary to limit temperatures in coming years شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق إن لم تكنوا مشتركين في القناة اشتركوا لك التوصلوا بالدروس الجديدة إلى اللقاء